السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطيكم العافية شفنا في اللقاءات الفاتت كيف نتعامل مع الاضاءة وانواع الاضاءات اللي موجودة في برنامج اليونيتي اه شفنا كمان الاضاءة المباشرة والغير مباشرة الان في اللقاء هذا ان شاء الله راح نشوف اضاءة السماء سكاي بوكس حاجة بسموها سكاي بوكس اضاءة السماء تبعتي الان لو طلعت عن مشهد اللي عندي راح تلاحظ انه في عندي اضاءة في السماء في عندي السماء لون ازرق وعدي مصير عندي على ابيض وعدي في عندي لون سماء الان من وين بتعامل مع الاضاءة السماء هادو كيف تعمل معها راح نشوف في اللقاء هالتبعنا الان لو انا جيت على على القائمة هادو واحد يقول لي عم من وين جبت القائمة هادو بقول لك يا عم متاعشوف خلينا اطفيل ادور على مكان تطفيه اطفية القائمة هادو بروح على ويندو. وباجي بحطها. يلا 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 اين حطيتها. وعادة كل الناس هتلاقيين محطينها في نفس المكان. طيب من اه لو جيت طلعت عندي هنا راح الاقي في في هنا حاجة يسمى سكاي بوكس ماتيليا يعني الخامة تبعت السماء تبعت اللي بده احطها في السماء اللي تضيء للمشهد تبعي. اه في عندي اكتر من طريقة واكتر من قلية ممكن اتعامل معها. راح نشوف ابسط حاجة عندي. اللي هي في عندي حاجة اسمها سكاي بوكس. طيب في اشياء تانية اه قل لك اسمع. هات تسيبها فيها شوية تشغل. خلينا شايف البسيطة. في حاجة اسمها ايش يعني يعني تدرج الوان. يعني السماء تبعتي هذي. راح تدرج من الوان. خلينا اختار الوان غريبة. تعالي شوف كيف المشهد تبعي. بلشت اصل باللون تبعي. هات كمان. اي ازرق مسلا. بلشت طلع كيف الالوان اللي عندي. وبعطيه كمان تدرج للون تالت مش عارف شو هو. فبصير ممكن يعطين تدرجات الوان بتناكس الالوان هذي على المشهد اللي عندي. هالطريقة مع انها شخصية مش كتير يعني بفضلها. ممكن نشوف طريقة تانية. هو عبارة عن لون واحد. وانا باختاره بدي اياه بدي اياه على بياض بدي اياه على شوية صفار خفيفة او ما شبه. لكن اللي انا بدي اياه بالاساس انا كيف ده اتعمل مع السكاي بوكس. احط خامة على السماء تدويل المشهد تبعي. علشان اول حاجة بدي اجيب خامة. في عندي موقع هنا لزيز جدا وممتاز ورائع راح احط اللينك تبعه اي اي مع الفيديو. بقدر معطيني كتير خامات عندي ممكن استخدمها لائس ما تبعتي. وفي خامات اه جوة جوة البيت اندور يعني داخلية. وفي انا راح اروح على اه مسلا. وادولة على خامة وهيك فيها شوية غيوم وكزا وممكن نختار الغاء هذه الخامة مسلا. خليل نختارها. هاي الخامة تبعت هيكفير. ده طبعا هي معمولة عشان تنحط على كورة على سفير يعني. تحت هات ننزل بقول لك في واحد كي واثنين كي واربع كي وثمانين كي وستعشر كيلة الصورة تبعتنا هذه. يعني جدا موقع رائع بطيك خصائص جدا عالية. انا راح اختار على قد يمكانات جهاز واحد كي وكتير عليه يعني. راح يجي ينزلها. بده اقول له بده احط ليها في البكتشر مسلا. وهي مجلد في الصور تبعي. هاي الصورة تبعتي. امسك الصورة تبعتك هذي. حطها بتحطها في الشغل تبعي. هاي اليونيتي. وهي نحطت الصورة تبعتي فيها. ازا اللي انا انا جيبت الصورة علشان نحطها هدويا محل السماء تبعها. طيب كيف بده احطها? بتنحطش مباشرة? لا لا. بتصبرتش مباشرة. تعالي تجرب حطها. تجيش. لا لا لا. هيش دك تساوي? بدك تعمل اكما الخطوة بدك تتبعها. بدك تركز معي. علم على الصورة تبعتك. روحها الخصائص. بقول له هدو الصور بديش تعمل على انها صورة تو دي. هايش لك تعمل معها? على انها كيوب. وعمل ابلاي. الان الصورة هاد رح تتحول منظر هيك زي سفير. اه ازا هو فيهم اني انا ناوة استخدم الصورة هادي في للسكاي بوكس تبعي. طيب الان بدي اجيب خامة. اعمل خامة هي باليمين. كريت ماتيريال. وستميها سكاي زيرو واحد. على افتراض. ازان الخامة تبعتي لسكاي هادي. اعلم عليها. اه تو كيف اننا بدي حط الصورة هادي جوه الخامة تبعتي. قال لك لا انتبه. احنا عنا كتير انواع من الخامات. احنا نتعامل مع الاستاندار. لكن في خامات تانية. من بين الخامات هي سكاي بوكس. واضح اسمها مرتبط باسم اللايتنج. سكاي بوكس. وخلينا نختار حاجة اسمها كيوب ماب. حط كيوب ماب هنا. اذا صار في عندي خامة. امسك الصورة تبعتنا. وين الصورة تبعتنا راحت. هيها. هادية واضح مش هي. هي في الشيء اللا غير. امسكها. وعطي ليها. ازان صار في عندي خامة. اسمها سكاي. ممكن اتعامل معها. الان اروحها لللايتنجز تبعي. وممكن بكل بساطة امسك السكاي واحد هدي. وحطها جوه السكاي بوكس ماتي. الاول ما سيب. مباشرة راح اللاحظ شغلتين. انه المشهد تبعي ايجي عليه السماء تبعتي هدي. وانه الاضاءة تبعتي اتأثرت مباشرة باضاءة السماء تبعتي. يعني ازا فيها غيوم ابيض ايجي هان ابيض. ازرق ايجي ازرق. احمر ايجي احمر. فبتلاقي الوان الارضي عندي والبيوت متأثرة بالخامة اللي حطيتها على السماء تبعتي. الان انا ممكن ازبط شدة الاضاءة من مكانين. اما ان ازبطها من الانتنسيتها من شدة الاضاءة. ممكن اطفل المشهد تبع هيك. وممكن اضوي. ازيجي الاضاءة. هذه اللعبة في القيمة هذه ما بأثرش على منظر السماء. ها عمين بأثر? بأثر على الارضية تبعتها والحطان والبيوت. لكن لو انا بدي اتعامل مع شدة الاضاءة اللي في السماء بروح للخامة تبعتها. بروح للخامة تبعتها. يعني نفتح الخامة. افتح خصائص الخامة. الان في خصائص الخامة هان ممكن اتعامل مع السماء اغلي او اووطي. وتلقائيا تتأثر من طبعا او سارة سفر. مباشرة كله بطفة. تلقائيا بتأثر اه المشهد تبعي بالاضاءة الموجودة عندي. اضاءة السماء. فهي جدا مؤثرة اه عندي. ممكن برضو اه نتعامل مع الروتيشن. ممكن انا الف الكورة تبعتي او السفير تبعتها عشان اخد الزاوية المناسبة عندي للمشهد تبعي. ممكن اختار الزاوية هذه. لانها كورة فانا ممكن الف الكورة تبعتي. نلاحظ ان انا قاعد بتعمل مع الخامة. الخامة هذه تلقائيا مرتبطة بالسكاي بوكس وبتأثر عليها. فاول ما اعدل على الخامة بتأثر معي. طيب نرجع على الخامة تبعتي. علم الخصائص تبعتها. ونشوف الان فيه. احنا ايش اخترنا? ايكيوب. اي اخترنا ايش عندي? ايكيوب. ايه في واحدة اسمها اللي هي في الغالب هي بنتبعها. اللي هي الموجودة عني. هاد البروسيجرال. هاد البروسيجرال مالهاش علاقة بالصور. الا علاقة بالايه? بتدرجات الالوان اللي هي تبقى موجودة عندي. فانا ممكن اتعامل مع حاجة احط مثلا هانا جزء احمر على افتراض. وهانا جزء ايه ازاق طبعا بحط الواني كغريبة عشان تبقى الامور واضحة. فهي بتعطين تدرج اللونين اللي عندي اللي هو في الطبيعي لما تشغل تبقى هذا هو الموجود عندك هي تراجع. ورجعت الخامة اللي عندي موجودة زي ما هي. ويعطيكو العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.